اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن الرئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي ان حكومة بغداد امهلت حكومة اقليم كردستان ثلاثة ايام لتسليم السيطرة على مطارات الاقليم ومنافذ الحدودية لتفادي حضر جويا دولي وقال العبادي ان مجلس الوزراء اقر حضر الرحلات الجوية الدولية من كردستان واليه بعد ثلاثة ايام في حال لم يتم اخضاع المطارات للحكومة الاتحادية في السياق ذاته قال رئيس اقليم كردستان مسعود برازاني ان اقليم كردستان دخل مرحلة جديدة بعد استفتاء الاستقلال واضف في خطاب اليوم الثلاثاء ان الاستفتاء هو الانتصار الاكبر لشعب كردستان موضحا ان الدستور العراقي يسمح باجراء هذا الاستفتاء ارتفع عدد العائلات البدنية الهاربة من قبضة داعش مع اقتراب العمليات العسكرية الحاسمة التي تعد لها القوات العراقية وبهذا الصدد اعلن قائم مقام قضاء الرطبة عماد لدليمي في تصريحات صحفية عن استقبال سبعين الى ثمانين عائلة بمعدل يومي نازحة من قضاء القائم غرب الانبار قتل نحو ثمانين مدنيا وجرح العشرات اثر استهداف قوات النظام السوري قافلة نازحين كانت تحاول العبور من منطقة وادي العذاب بريف حماس شرقي ووفق شبكة شام الاخبارية فان قوات النظام السوري استهدفت القافلة التي كانت تحاول الفرار من المناطق المحاصرة بريف حماس شرقي بقدائف المدفعية وصواريخ كورنيت والرشاشات الثقيلة قال وزير الخارجية الصيني وانجي الثلاثاء ان الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل لمرحلة خطيرة للغاية واشار وانجي لان المهمة العاجلة حاليا هي منع تطور البرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية وتجنب تفاقم التوترات لسيما منع اللجوء الى السلاح يعقد بجلس الامن الدولي الخميس المقبل اول جلسة مفتوحة حول الانتهاكات وسعة النطاق ضد اقلية الروهينج المسلمة باقليم اراكان غرب ميانمر جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية ادلى بها رئيس مجلس الامن الدولي السفير تيكيدا أليمو مندوب اثيوبيا الدائم لدى الامم المتحدة اعلن المركز الوطني الامريكي للأعصير انه من المتوقع ان يتحول الاعصار ماريا الى عصفة مدارية مساء الثلاثاء او غدا واشار المركز ومقره ميامي الى انه من المتوقع ان يتأثر بالاعصار معظم الساحل الشرقي الامريكي من فلوريدا حتى جنوب منطقة نيو انجلند لحسب رويترز نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة